لازمنا نتابع في موضوعات الماء الطهور وهذا الجزء الخامس من فقرات الماء الطهور وذكرنا أن الماء الطهور يتغير وينقسم بهذا التغيير إلى أقسام عدة انتهينا من الأول إذا تغير بما يخالطه أو لا يخالطه ولا يؤثر فيه ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهو أن يتغير الماء الطهور بطاهر يخالطه ويؤثر فيه فيسلبه الطهورية ونبدأ الآن بالمثال الرابع من الماء الطهور الذي يتغير بطاهر فيسلبه الطهورية الماء الطهور القليل الذي تغمس فيه يد قائم من نوم ليل من نوم ليل ناقض لوضوع هذا ماء قليل مثاله رجل قام من النوم وعنده ماء قليل أقل من قلتين فغمس يده في هذا الماء فيكون هذا الماء طاهرا غير مطهر يعني سلب خاصية التطهير فأصبح متأثرا هذا الماء في نفسه غير مطهر لغيره واستدلوا أصحاب هذا القول وهو في المذهب قول في المذهب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يقسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت فالنهي عن غمس اليد في الإناء بالتعليل أنه لا يدري أين باتت يده وهذه المسألة نستطيع أن نبين عدة قيود فيها القيد الأول أن الماء الطهور قليل قوله ماء طهور قليل لو غمست اليد في ماء كثير فإنه يكون طهورا لا يتأثر والقيد الثاني قال أن تغمس فيه اليد واليد إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرسق مفصل الكف من الذراع فلا يدخل فيها الذراع وعلى هذا فإنه إذا غمس رجل رجله فإن الماء يكون طهور لأنه قال يد والأمر القيد الثالث أن النائم قائم من نوم ليل عميق فلو غمس قائم من نوم نهار ولو كان طويلا فإنه لا يتأثر الماء ويبقى على طهوريته وكذلك قال أن يكون الغامس منتقض الوضوء أي مكلف فالمجنون أو الصغير لو غمس يده لا يتأثر الماء وكذلك الكافر لا يتغير لو وضع يده قام من نوم فوضع يده في الإناء لا يتغير الماء قال ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا لما يأتي أولا لأن الحديث الذي استدلوا به لا يدل عليه بل فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه لأن التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين واليقين عندنا أن الماء طهور فلا يزول هذا اليقين بالشك الأمر الثالث قال ابن عثيمين وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا فالكافر من باب أو لا والصغير كذلك والمجنون من باب أو لا ثم قال عن اشتراط التكليف أن المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقف فقد تكون يده ملوث بالنجاسة وقد لا يستنجي ويمص فرجه وهو نايم فكيف يضر غمس يد المكلف ولا يضر غمس يد المميز وبهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله يدل أو يدلل على أن هذه المسألة ضعيفة وبالتالي فإن النائم الراجح في هذه المسألة أن النائم إذا غمس يده في الماء فإن الماء لا يتأثر لكن الفقهاء ذكروا أن ذلك يتأثر به فذكرناها من هذا المبدأ المثال الخامس رفع حدث رجل بماء انطهور يسير بماء انطهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث هذه أيضا المسألة أن المرأة إذا خلت بماء قليل فتطهرت به طهارة كاملة عن حدث فإن الماء الباقي يصبح مستعمل أو أن الماء المنفصل عن أعضائها يبقى ماء طاهر غير مطهر بمعنى أن هذا الخلو الذي خلت به المرأة سلبه الطهورية وهذه أيضا ذكرها ابن عثيمين واعترض على هذه المسألة وبين الراجح في هذه المسألة فالحكم عند فقهاء الحنابلة قالوا أنه لا يرفع الحدث لا يرفع حدث رجل رجل هذا الماء المستعمل لا يرفع به حدث الرجل لأنها خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث القيود في هذه المسألة قوله حدث رجل هذا قيد يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به النجاسة عن بدنه وثوبه فإنها تضهر وقول يسير يفهم منه أنه لو كان كثير فإنه لا يؤثر وقوله امرأة فإذا خلت به الصغيرة فإنه لا يؤثر وقول طهارة كاملة لو كان جزء من طهارة في أثناء الطهارة في أولا أو في وسطها أو في آخرها فإنه لا يؤثر وقول عن حدث أي حصلت الطهارة عن حدث بخلاف ما لو كان تجديدا للوضوء أو خلت به لتقتسل غسلا مستحبا فإن ذلك لا يؤثر قال هذا حكم المسألة ومثل له بمثال قال امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصف ثم خلت به وتوضأت به وضوءا كاملا فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به فنقول له لا يرفع حدثك وكما استدل الفقهاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وألحق الوضوء بالغسل لأنه إذا ذكر الأعلى فالأدنى أنه يتبع للأعلى قال ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة ومن غرائب العلم أنهم استدلوا بهذا على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل وقالوا يجوز أن تقتسل المرأة بفضل الرجل فما دام الدليل واحد فلن الدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فكيف يفرقون بين المتساويات ولذلك رجح ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يؤثر خلو المرأة بالماء الطهور القليل لترفع به حدثها فإنه لا يسلبه الطهورية بل قال أنه قد ورد في السنة ما يدل على جوازه وهو أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة